بالمناسبة كمان عايزين نطمن حضراتكم ونعرفكم ان فيه نسل جديد من نسور النادي الاهلي وواحد من اجمل الصفقات اللي استجدت مؤخرا حينضم النهاردة ان شاء الله للبعتة بكلمكم عن احمد القندوسي لعب وسط الفريق اللي النادي الاهلي كان اعلى المؤخرا عن ضمه من نادي وفاق سطيف الجزائري لمدة اربع سنين ونص القندوسي حينضم للبعتة واكيد حينوافع حضراتكم اولا باول كل التفاصيل المتعلقة به بسفة قصة وطبعا بالبعتة بشكل عام قندوسي شارك مؤخرا مع متخب الجزائر للمحليين لعب متميز جدا ان شاء الله نشوف له انعكاس طيب بإذن الله مع النادي الاهلي بفترة اللي جايب نتمنى ان هو يتقلق يعني من المباريات الاولى والمشاركات الاولى لي وغيره عملها يعني غيره عملها يا كريم كتير صفقات كتيرة جات واول مشاركة من اول مباراة قدرت ان هي تثبت نفسها انا مش عايزة اذكر حد ويعني اركز على اسم واحد لان بصراحة ابقى بظلم الباقي في كتير من الصفقات اللي انضمت او من الناشئين اللي صعدوا مع النادي الاهلي وقدروا ان هما من اول المشاركات يثبتوا نفسهم نتمنى ان شاء الله قندوسي اسم كبير سيفي كبير كدا لعب واعد جدا وبالتوفيق ان شاء الله لي في اول مبارياته مع النادي الاهلي